السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عمر. اه ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم. كل خبر جديد يوصل لحضراتكم. متنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس امرا. اه ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا يا ترى ايه? القت اجهزة الامن المصرية القبضة على مدرب سباحة في نادي الاهلي. قتلت زميلا له عقب انتصار فريقهم في مباراة كرة القدم مع نادي الترجي التونسي مساء السبت. وامرت جهات التحقيق بحبس مدرب سباحة بالنادي الاهلي لمدة اربع ايام على زم التحقيقات التي تجرى معه اتهامه بالتسبب في وفاة زميله المدرب. بعدما وجه له تعانات قاتلة اودت بحياته خلال مشجرة بينهما في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجهزة. وبحسب التحريات والتحقيقات التي جرت في الحادث احتفل المتهم والمجنع عليه بمقر النادي في الشيخ زايد بفوز الاهلي في المباراة التي جمعتها مع الترجي التونسي. اه في اياب دور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. ثم خرج الى الشارع وبدأ المجنع عليه في مطالبة المتهم بباقي اموال دراجة نارية اشتراها من الضحية. وذكرت التحريات ان الطرفين تبادل السب والقصف ثم تشاجره سويا بسبب الخلاف المالي حتى دخل المجنع عليه الى احد الكافهات بالشيخ زايد واستلى سكينا محاولا توجيه طعنة لمتهم. الا ان الاخير تمكن من تخليصها من يده ووجه له طعنات اودت بحياته في الحال. والتصل احد المرة بالنجدة حيث انتقلت الى هناك رفقة قوة من المباحث وتمكنت من القبض على متهم وتحرير محضر بالواقعة. وترقت النيابة العامة محضر الشرطة وانتقلت الى مكان الحادث ونظرت جسد المجنع عليه وامرت بتشريحها بمعرفة قطاع التب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاء. كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وتحفزت على كاميرات المرأبة في المكان الذي شهد الحادث. وصلنا لنهاية الخبر. اه وقال لكم برضو منصورش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. منصورش تحطوا اللايك فضلا وليس امرا. والى اللقاء في خبر جديد في قناة عفري عبر. الى اللقاء.